نجيزة حول العالم زي درام نحكيه على الانتخابات وتكلفة الانتخابات حول العالم أستاذة هيجربو جمع قولوا انتخابات برلمانية وانتخابات غرفة أين كانت تصنيف وها محلية مجلس شوخ إلى آخرين قولوا كلفة نوكل يوم اخترنا فشحكيه على كلفة هالانتخابات اللي عادت انت تعود مرة في الخمسة سنين في السبعة سنين الهربعة سنين لكن فما حالات استثنائية جهين هالحالات الاستثنائية طبعا شفنا البارح في فرنسا مش لنفس الأسباب ما بين التفادليك ساعات وما بين مش لنفس الأسباب نسقارنة بين حال البرلمان في فرنسا أو حال البرلمان في تونس دونك هما كانت تفعيل للفصل أثناش من الدستور إلى آخره نعم سبب سين نصارش هذي اكزاكتما وحال البرلمان في تزامن مع الاعلان عن تاريخ الانتخابات تجاهية اللي بشتنظم آخر الشهر هذي دونك هو السؤال هنا يا والتساؤل كيفاش تتقسام الكلفة هذي دونك فما دجاء تركيز مركز أو مكاتب الاقتراع لهذا في حضيته كلفة فما طبعا بطاقات الانتخابات لهذا كلفة فما نقل وتوزيع ماترية للانتخابات ينقلوا انتخابات ونقلوا الناس تشرف على الانتخابات وهذو ما زيدة عندهم شهرية وعندهم منحة مصاريف دونك ويسبق ايضا تكوينهم تكوينهم اللي زيدة يتكلف في تونس فما الهايئة العليا الهياليزي في بلدين اخرى بيسيخ تختلف حسب كل بلاد دونك فما تكنولوجيا فما لوجيستيك يسهروا عليها ايضا ويشتغلوا عليها نيس كيف كيف هذو مزيدة عندهم منحة او كلفة ما هو شب ليش الانتخابات هي ايضا عملية عندها كلفة امنية لانه يجب تأمينها ايضا هذا يتكلف البقي كل ما هو تصرف وادارة فما شكون يقولك فترة الانتخابات وفترة الحملية الانتخابية ايضا الاقتصاد يترخى شوية لانه نيس تتفرغ برشة نيس تولي تتفرغ سواء انت تشتغل سواء ان تمشي تنتقل معها تركز على الانتخابات اكثر فما كل ما هو التصرف يعني جستيون وادارة مع انتها ادمينيستراتيف ايضا الكل عنده كلفة فمشكون حتى يحكي على استثمار لانه الكلفة لا تتوقف عند الانتخابات لانه النواب عندهم ايضا منح عندهم بخلاف الشهرية متاحهم عندهم منحة للسكن عندهم منحة الكوميونيكاتيون والتليفون الى اخيره هذا ايضا شو انت زون دي كونسيز دمانت عندهم مستشارين معهم هذا ايضا فمشكون يحسب في الكلفة ويحسب معناها يقولك في نفس الوقت هل ما جلست مثلا تعمل تشريعات وعندها الاقتصاد متى امباكت متاحها دونك فما ولا ما فمش غطور شغانفستيسمن دونك الديموقراطية عندها كلفة في فرنسا مثلا الكانديدات عندهم عشرات الاف من الاروات حسب عدد السكان اللي في السير كونسكريبسيون متاحهم اللي يطلعوا على السير كونسكريبسيون متاحهم وبشي ياخذوا غمبورسمان لازم يجيوزوا نسبة خمسة بالمية هذا كيف كيف في تونس ايضا فما دعم للأحزاب والقائمات المترشحة وفي مثلا البجي ميزانية ليزي عام الفين واثين واثين وعشرين في الانتخابات البرلمانية كانت ثانية وتسعين مليون دينار تقريبا وحسب تصريحات اعضاء اليزي سبعين بالمية منهم هما كلفة الناس اللي تشتغل معناها المؤقتين في اليزي دونك هذو ما دجا في حداتهم كي تقولوا ساعات هاكا كلفة تقول لك حكاية معناها تقول شنوة لكن هذا يتكلف برشا معناها لازاجان متاع اليزية ومتاع الهيئة ومتاع الناس اللي تشرف على الانتخابات في العالم الكل بالنسبة للانتخابات البرلمان الاوروبي اللي حكينا عليها البارح مثلا في الفين وتسعتاش خطر رغم انها تفرق من بلاد لبلاد اللي انه تصير في برشا بولدين حسب عدد السكان متاع البلاد حسب النظام الانتخابي حسب البنية التحتية اللي تسخرها البلاد هذيك للانتخابات لكن تقريبا مثلا في الفين وتسعتاش الانتخابات البرلمان الاوروبي خلط الخامسة مئة مليون اورو المجموع البولدين وحسب مثلا في فرنسا تكلف مئة مليون اورو في الفين وتسعتاش في المانيا اقل باتتخ شوية معتها يتبدلوا وفما ايضا تحسب حتى بالنسبة للناخب معتها الكلفة تكنولوجيا لوجيستيك تأمين هذا الكل يؤخذ بعين الاعتبار في اي انتخابات وكن نقوله دونك انتخابات مجالس يعني في الفين وسين عشر اخر انتخاب برلمان هو البرلمان تم حلو في فرنسا كان تم انتخابه في الفين وعشر يعني عمره عامين اليوم بجتتعود الكلفة هذه يحبيت تقولها شارين الفين وعشرين دونك في الفين وعشرين كما كنا نقوله في الأوف هي سنة الانتخابات ألمانيا النمسا اليونين معناها برشا بولدين هذا في أوروبا فما في العالم فما برشا زادا كيف كيف نستنعيه في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات فريق الجنوبية صارت مؤخرا نستنعيه كيف كيف تقريبا معناها العالم الكله قاعد يتحرك فما قبرص زادا فما إيرلندا فما لبيبا فما معناها برشا بولدين معناها هي سنة انتخابية عام 2014 حتى تونس ولو معناش منذات لكن الحديث عن انتخابات ستحصل في في اكتوبر سنة انتخابية هذا هو المطارق بالنسبة لتونس عام 2022 كان 92 مليون دينار في البرلمان الأوروبي هي مضعف يعني أضعاف حوالي 500 مليون أورو كانت في 2019 تقريبا هذا هو بيشور نحكيه على دور أول ودور ثاني بتتقسم الفلوس هذه على الأدوار وفما كما قلت نفقات بين 20 و 25 بالمئة مثلا من نفقات 2022 كانت مشيت الوزارة الداخلية والدفاع اللي جندوا قويتهم بيش يأمنوا الساير معتها حسن الساير والانتخابات ومشور 10 بالمئة مخصصة لما يسمى بالماتيريال الإلكترال ما فيه معتها الخدمات اللي يتقدمها أو مثلا الطباعة إلى آخره هو يمكن الهناية مقتلية نحكيه على الانتخابات والكلفة متاحها نجمو بتاتخ نعملو هكا زوز دوفولي معناتها الكلفة بالنسبة للدولة المنظمة للانتخابات والكلفة بالنسبة للأحزاب أو الشخصيات اللي تترشح للانتخابات هيكي كلفة متاع الانتخابات بالنسبة للدولة بقدش بشتعاون ولا كما قلت أنت بطير ما عندتها نسبة الأموال اللي تتعتها من الدولة ومبعد منها بش يرجع فما جوز ما وش بش يرجع سولون لرزولتات اللي بش يحقق من الكانددا هذية فما الإعلام ذا دي كيف كيف يعني اليوم نحكيه على انتخابات نحكيه على tout un بروسس متاع إعلام يعني فما ومضات تحسيسية فما دي كمباني متاع اسامي سينج اللي يصيروا هذي في العالم الكل نحكيه بضبط هذي عنده الكو متاع عندك كيف كيف كما قلت انت اللي يمكن ما يتراوش ولي هما مانتها الحركية الاقتصادية بالضبط الحركية الاقتصادية وعندك سولون زادة طبيعة متاع الانتخابات في بلد من آخر باركزامبل في الولايات المتحدة الامريكي نتعرفو اللي وقت اللي نحكيو على اناني إلكتوغال نحكيو على انبستيسور اللي بشي دي وراء ان candidات نحكيو على شركات نحكيو انتخابات في تونس في فرنسا غيره بأم بدلا لسي وفي دي ما نتركه للي مانتها العبد المانجمش نتقل رغيره دونك أكسد فيه سعجم ومن دي كوه هادوم هادوم مقدروا على أن شخص هذا يتنقل خطر فمن عرفه لي فرما عبدلي يسم يكون assistي فرمي يسم كل عم بوينستان سوما للأسستان سوما لفتون sync فكرة فهما ناس مشاولهم للديار معتها الفكرة الناس الكبار اللي ما نجمتش تنتخب بيظهر لي في من سيد فانا عامي ما عارش حسيله ولا تم نقلهم المهم معتها الكلو معتها دخل في التكنولوجيا والبنية التحتية معتها هذي نوفم سيستام انفورماتيك وحتى معتها كيما قلت انت الحالية الاستثنائية وحتى سيستام انفورماتيك معتها هذا كلو كلفة هذا كلو دخل معتها في الحسابات وفي الارقام هذي كيحسب يعني ايضا كنقلوا تأمين نحكيوا عادة على الوزارة الداخلية ووزارة الدفاع لكن فما تأمين سيبرني معناها تأمين رقمي كنت بتبتع الانتخاب عن بعض هذي يدخل في برشة اشكالية هذي برشة تخوفات مثلا هذي رغم لي برشة دول بتقوم به بشكل طبيعي وكيما قلت معنا كنحكيوا على الكوميونيكاسيون كيف كيف معنا فما الحاملات فما حتى دي سنتر دفائل معناتها يتخلقوا في بعض الناس تطلب معتها هذك سور الدجيتال نحكيوا على الانتها فنا لانتها يقول الإفوليشون الموجودة في البلاد هذيك بش تتبع ستنمها الإفوليشون وبيش تكون فما حملات على منصات مختلفة وهذا كله يختلف باليمتراحك قاد نخمن في حاجة قاد نخمن في حكاية التصويت عن بعد نتخيل مجرد تخيل انه حاجة كي من هكا تطرح في تونس مثلا انه تولي عندك نجم تصوت تتخفيق من بلاتفاق قاد نتخيل جردة الفعل في حال انهزام من جهة معينة شنوه نجم يسير نرجع الفكر الثقافي وفكري وعنده علاقة بالباكراون زادة وقابلية المواضيع عدية تحب الشمعات احنا المعلق عليها تبدأ فما انباز سليد هده ما يترحش اما تبدأ الامور هشة شوية مع اول مشكلة تصير تيغيك تربطها بالسيستام وبالمشاكل تستغاوت فما نقطة اخرى احنا عندها كنوتاشون ياسر سلبية في تونس ولكن في الخارج مدامي نحكيو عال وكيفاش التمويل متاع هذا الكل نحكيو عالوبيينج اليوم فما ان بودجي يتحط بالنسبة لبعض المترشحين ولبعض الجهات الي تخصوا للوبيينج لكوزم تايحا هذي في امريكا مثلا مقنن معنا تنظروا مجموعات يتخننة موجودة بشكل واضح حاجة سلبية ولكن في بعض الدول رغم سيون انستوتيشون على خطر احنا ديما نخزرولها بنظرة المؤامرتية واللي يعمل معناها مؤامرت ويتامر معنا تعالى خطر الشفافية تصدر ايه هي حكيت تولي فما قانون كما معمول بيها في بعض البلدين يمكن الامور وقتها نجمو نحكيو على شفافية اكثر فما حتى يحسب معناها التليفون متعا للنائب لانو نائب لازم يكون مطلعة وكليزم يقرى الجرائد والمجازين سواء ان الكترونية كله يحسب يعني هذية حتى من بعد معنا وقت لتوفى الانتخابات يعني خلينا نقولوا احنا حكينا على كلفة الانتخابات اما الديمقراطية في المجمل تولي عندها هي ايضا كلفة فالنيس هذية مفروض معنا لما يتم انتخابها وتعطيها ثيق وهي تتصرف معناها عليها المبالغ انو هذية مبالغ اغلبها تجي من عند الدولة دو كدفع الزرائب وفعيل الزرائب فهي مفروض بيانشور هذية معتها تشتغل وتعمل على انها على الاقل معناها تقوم بمهمتها على احسن وجه فما بلدين تحول تنقص من لزان ديمنيتين انو واعية بظروفها الاقتصادية فما بلدين مثلا وين الناس تلاها في حكاية متاع رأي عام تزيد فلا لندين تفاهمها كل شيء برغم اليزان اليوم فما شكون يقول لك بالمثال متاع المانيا بالمثال اللي تلقى على الدبيت عضو مجلس النواب تلقاه عنده عندو كونسيي دو كونسيي مش واحد بارك تلقاه متسنين في بعض الاحيان وبالتالي يزيد قضية اخر شكرا لك أستاذ تلقى قضية وتلقى قضية أستاذ هاجر مرسي بكو تكسحة هاجر مرسي من الغربي شكرا شكرا لكم انتم من تبعتونا حتى الوقات هذه أنيس براينا شكرا لديه وعزيز اللي يعطونا سوستقائق من وقتهم في مساعدة كنت معكم والتقال ان شاء الله غدوة في نفس الوقت قولكم باي باي ايادم